السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا المحاضر الاولى بخصوص الديزل جنريتر الديزل جنريتر اللي هو المختصماته DG is a device that converts diesel fuel into mechanical energy to rotate the magnetic flux and generate electric energy يعني هو جهاز او معدد تقوم بتحويل وقود الديزل الى طاقة ميكانيكية لتدوير فيض مغناطيسي من خلال هذا الفيض مغناطيسي الدوار نولد طاقة كهربائية يعني مختصر الكلام هذا هو الديزل جنريتر يتكون من جزئين الاساسيات اللي هو الديزل انجين والالترنيتر اللي هو رئيس التوليد هذا دوره يدور لي رئيس التوليد او جزء دوار من رئيس التوليد اللي هو يحتوي على فيض مغناطيسي فولد باللستيرتر قوة دافعة كهربائية محتثة اللي هي الفولكين محتثة بالتالي احصل معدها على طاقة كهربائية من خلال ربطها مع الحمل هذا بصورة مبسطة تطبيقاته شيني تطبيقات الديزل جنريتر بالاويل بلانت بالمواقع النفطية او الشي يستخدم كستاند باي ستاند باي انرجي يعني طاقة احتياطية للحالات الطارئة او الضرورية هذا يمتع استخدمه بهاي الحالة ستاند باي عندما يكون عندي يعني المصدر الرئيسي حدوث بعطل او فشل في الشبكة الوطنية اللي هي ناشونالا قريد زين او اعمال صيانة زين لذلك هو يستخدم كستاند باي سورس زين عندما يكون عند المصدر الرئيسي اه في حالة انقطاع يعني ما كان يكون مشكلة في شبكة الوطنية او حالها الصيانة او الى اخرى يعني احنا ذاكرنا الاسباب نتيجة شنو عندما يكون راندم كوز يعني سبب عشوائي قد يكون مثلا مشكلة في قابلوات الشبكة الوطنية مثلا يقع واحد من اللاينات مالتها قد يكون مثلا مشكلة في محطة ثانوية تنقطع لنا قدرة الوطنية او الشبكة الوطنية قد يكون لا فلنتري كوز سبب يعني متعمد او طوعي مثل اعمال الصيانة يعني بلاسك دا نيتورك اوت اوف دا اوبرايشن فور مينتينيس بيربوس لاغراض الصيانة يعني هنانا يطلعون الشبكة من العمل لاغراض الصيانة في اما يكون سبب عشوائي اي اعطال الصرب بالشبكة الوطنية اللي هي نيشن الغريد او بسبب طوعي لأعمال الصيانة بهاي الحالة ما رح تتوفر عند طاقة كهربائية وهنا هنا ممكن تكون عندي احمال اريدها تشتغل بصورة مستمر او عندي دائرة معينة اريد الكهرباء تكون متوفرة بها لحتى تقوم الناس او الموظفين باعمالهم او عندي مثلا معمل انتاج ما اريد اتوقف فهنا لازم يكون عندي ستاند باي انيرجي طاقة كهربائية احتياطية اخليها لحالات طارع الاميرجنسي فالبديل هنا رح نستخدم الديزل جنريتر اللي هو عبارة عن مولد يتكون من جزئين محرك ديزل يستخدم وقود الديزل ورئيس توليد ومن عنده احصل على طاقة الكهربائية كستاند باي هذا هو المخطط السينجل فيز دايجرام زين كستاند باي انا عندي الشبكة الوطنية جاي معدها الميديوم بولتج عبر المحولة تحول الى لوف بولتج وعندي هذا تشينج أوفر عبارة عن سراكة اثنين يشتغلن كتشينج أوفر هذا اذا في حالة الوطن يكون شغالة يشتغل هذا السيركيت وهذا يكون في حالة اوبن نورمال اوبن بينما هذا يكون نورمال كلوز فهنا للأحمال ماتي جميع الأحمال الماتي هذه السراكة اللي راح للأحمال مربوطة مع هذا السيركيت بالتالي هي مربوطة المين الى نشنال غريد في حالة حصول فد مشكلة بالنشنال غريد اي سبب كان انقطعت عندي فهذا تشينج أوفر راح يحول لي هذا نورمال اوبن يصير او سير اوبن وهذا يصير كلوز فبهاي الحالة من اشغل المولدة اللي هو ربليسمينت سورس راح يطين الطاقة المين للباز بار وبالتالي تروح الى الاستراكة من ثم الى الأحمال هذا كشكل مبسط عندما يشتغل ستاند باي لكنها في الملاحظة هنا جميع أحمالي مربوطة للباز بار فيأما تاخذ من النشنال غريد او من الجنيراتر اللي هو ديزل جنيراتر بعد يكون مصدر مستقل يعني ما مربوط الى الشبك الوطني هنا نتربط الجنيراترات مجموعة من المولدات المولدات نورمالي او بريت اندي منتلي وذو او كونكتو دي مين سبلاي يعني هنا نعدي فتسيت من المولدات مربوطة شنو على التوازي لكن ما مربوطة المن للشبك الوطني يعني هذا هو الباز بار مع الشركة الوطنية او التوزيع مثلا لوحة التوزيع للسويتش بورد وعندي هنا لأ شوف هاي الاحمال مالتي تربط المن للمولدات فماكو ربط ماكو اي ربط بين الاحمال اللتي تربط او الباز بار ما تل او لوحة توزيع مالتل السيت او المجموعة المولدات مع لوحة التوزيع مالتل وطني فهاي لوحة توزيع خاصة بالوطني وهاي لوحة توزيع خاصة بالمولدات مع وجود ربط بيناتهم التحوي لهيس رح نشوف شين فايدة هاي هنا مجرد ذاكر يعني برا للكونكشن جنياتر مجموعة جنيراتات مربوطة على التوازي خنشوف شو رح تشتغل بالبداية خننوضح فتفكرة انا احمالي بهاي المنطقة او هاذي سويتش بورد يسمونها احمال غير حيوية بينما هاي يسمونها الاحمال الحيوية اذا كانت الوطني شغالة نيشن ادريش شغالة هاذي الاحمال تأخذ الباور مالتها او الانيرجي من الشبكة الوطنية بينما هذا change over في حالة يكون وطنية شغالة المولدات في حالة off هذا change over رح يحول هذا السويتش بورد او هذي المنظومة توزيع على الشبكة الوطنية مع هاذda الاحمال يربط انسوها فبهاي الاحمال الحيوية والاحمال الغير حيوية ما اخذه قدره ماته من الوطني في حالة القطع الوطني ايش رح يصير عندي هذا change over رح يحول هذه المنظومة على المولدات بينما هذه المنظومة أو هذه اللوحة التوزيع لسويس بورد ما مربوطة معناتها هذا رح تجيها بور من المولدات بينما هذه معزولة فقط على الوطني فالأحمال اللي أنا أضطر دائما نطيها بور انيرجي قاقة كهربائية أخلي لوحة التوزيع مربوطة عبر تشينج أوفر يا أما ياخذ من الوطني يا أما ياخذ من السيت مجموعة المولدات أما هذه الأحمال الغير حيوية مو مضطر اللي أطيها يعني بور انيرجي فتكون مربوطة فقط للوطني لذلك سموه هذه أحمال غير حيوية لأنه في حالة قطاع شبكة الوطني لأي سبب كان سواء كان رندوم كوز أو فيلنتري أنا مو مضطر دائما بور لكن هذه الأحمال ضروري تستمر بها الطاقة الكهربائية لذلك هي مربوطة عبر تشينج أوفر بين النشنال قريد وبين جني ريتر سيتس هذا هو الفرق لذلك هذي يسمونه مصدر غير معتمد أو مستقل مستقل عن شبكة الوطنية ما مربوطيها مربوطات مجموعة من المولدات سواء وهذا هو طبعا سينجل فيز دايقرام للمصدر الغير معتمد أو مستقل رح ناخذ الزائل ديزل جنيتر أول جزء اللي هو الانجين اللي هو يقصد به المحرك الميكانيكي فقط بعد قفرنر هذي القفرنر شغلته يتحكم له بالوقود لأن أنا أعرف عندي المولد لازم به السرعة ثابتة عدد دورات جزء الدوار ثابتة على المودة ثابت التردد فمن اللي ثبت لي الدورات هذي القفرنر يتحكم بالوقود حتى يتحكم بعدد الدورات بعدشن عندي إنجين ستارتر بادئ المحرك اللي هو نسمي عادة السيلف طبعا عندي به ثلاث أنواع واحد كهربائي ثاني هوائي ثالث هايدروليك لفيول سيستيم منظومة الوقود لابد تكون عندي منظومة وقود المن للمولد اير سيستيم منظومة هواء من دخول الهواء إلى المحرك أو المولد طبعا للإنجين هو زين الحد قروجه من العادم كولينك كولينك أند إكزوست سيستيم نظام التبريد والعادم الإكزوست سيستيم نظام العادم أو منظومة العادم لابريكيشن سيستيم نظام التزييد لازم يكون عندي نظام أو منظومة تزييد يعني كل محرك بي كيس هذي كيس بي دهن والدهن لازم يفتر زين داخل المحرك أثناء الحركة مالتا حتى إجزاء حتى يعني الأجزاء أثناء الحرارة زين والحركة لا تكذ لأنه تعرف هذا معدن على معدن يصير بي يعني شوخ نقول احتكاك حتى ألغى هذا الاحتكاك يصير حركة بسلاسة الترنيتر اللي هو رئيس التوليد اللي هو الجزء الكهربائي منظم الجهد يعني أنا عندي توليد تردده ثابت لأن السرعة المحرك ثابتة زين الفولتية من يتحكم بيها لازم أكو جهاز ينظم الفولتية ضمن الفولتية المقننة ريتج مثلا أربعمية لائن تولاين لازم تبقى ثابتة من ينظمها؟ هذا الجهاز وين نظمها؟ كونترول بانال اكو لحظ سيطرة مين اسيمبلي المجمع الكلي للمولد سويس ديفايس وباتري تشارجر هذي شاحن البطاريات بعدها رح شوف كل جزء شيني دورها طبعا رح ما ناخذه نكنين ناخذ الاغلبية اللي بهن والمفيدات ونختصر قدر الامكان اللي هنا تكون انتهت المحاضرة الاولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة